بكل بأس وعزيمة تسقل بطلات القوات النسائية خطوات مسيرها العسكري استعداداً للاحتفال بعيد الاستقلال أشعر بالمسئولية والفخر لأننا سنمشي في العرض العسكري الأهم والأكبر في تاريخ بلادنا تتكون كل مجموعة مسير من 150 طالباً عسكرياً جرى اختيارهم وفقاً لشروط دقيقة أهمها تناسق الطول والحجم ووفقاً لمعايير النيتو المطبقة حديثاً في الجيش الأوكراني تغيرت أبعاد الخطى هذا العام حيث سترفع الساق من 10 إلى 15 سنتيمتراً بدلاً من 25 الخطوة الجديدة أسهل وأكثر ملاءمة من الخطوة التي اعتدنا عليها في السابق وكانت ترفع حتى 25 سنتيمتراً كما طالت التغييرات اللحنة الموسيقية الاحتفالي وإيقاع الطبول وهو ما سيكون سواء في التدريب أو في الاستعراض النهائي حذاء العرض العسكري النسائي كان قد أثار جدلاً كبيراً وفضيحة مدوية بعد صور نشرتها وزارة الدفاع تظهر التدريب بالكعب العالي ووصل الأمر حد وضع أحدية بكعوب عالية على طاولة وزير الدفاع خلال جلسة البرلمان الأوكراني تبدل كل شيء بعد الفضيحة التي دو صدها في كل مكان فسلمونا بالذات احتفالية جديدة مع أحدية عسكرية مريحة ومناسبة للمسير العسكري وأداء الخطى فيها أفضل بكثير فهي أكثر توازناً وأتوقع أن يجري اعتمادها بشكل دائم في زي القوات النسائية المسلحة لأول مرة ترتدي الفتيات زياً موحداً قبعة وقفازات بيضاء وتنورة وسطرة وفي أول مشاركة لهن عام 2018 سارت المقاتلات على طول الإخرشاتك بزي مموه وانتعلنا بيادات عسكرية وحملنا الأسلحة عندما جئنا للتدريب ورأينا أن رجال بزيهم العسكري الجميل وهندامهم الرائع أردنا نحن أيضاً أن نبدو جميلات وآنيقات بنفس الطريقة يخدم الآن في القوات الأوكرانية المسلحة 31 ألف امرأة منهن أكثر من أربعة ألاف ضابطة وعلى مدى سبع السنوات الماضية ارتفع عدد نساء في الجيش بشكل كبير وإلى حد بعيد تبدلت الصورة النمطية الذكورية للجيش في معظم دول العالم ففي إسبانيا والسويد والولايات المتحدة وبريطانيا تتطوع النساء للخدمة أما في إسرائيل فالخدمة إلزامية منذ أكثر من ستين عاماً